وأول موضوع معنا النهار ده أنا عايز أتكلم معاكو فيه هو موضوع يمكن بيشغل بال ستات كتير ستات عاملات كتير طبيعي جداً إنه الراجل يغير على مراته ده عادي معروف إنه هو يغير على مراته يخاف عليها يعمل كل اللي يقدر عليه علشانها وعلشان يحميها إحنا طبعاً بنقول إن الغيرة دايماً دليل على الحب تي حاجة يمكن معروفة لكن هل الغيرة ممكن توصله إنه يغير من نجاحها دي بقى حاجة تانية طب لو للأسف ده حصل أو لو الأسف ده موجود إزاي نقدر نتعامل مع موقف زي ده وإيه أصلاً الأسباب اللي ممكن تخلي راجل يغير من نجاح مراته أو من نجاح شركة حياته إحنا هنقول لكم كده على شوية حاجات ممكن تكون سبب إن الراجل يغير من نجاح مراته علشان خاطر يعني لو بتعمليها وتقدري في حاجات تقليليها شوية ياريت إيه يعني تعمليها أول حاجة هو الخوف من سيطرة الزوجة على الوضع أو على الراجل نفسه الراجل بيشوف إن السلطة والسيطرة والهيمنة في البيت لازم تكون ليه لازم تكون في إيده هو طبعاً هو رب الأسرة وهو راجل البيت هو المسؤول عن الأمان وعن الدخل الأساسي في البيت فلازم السيطرة بيحس بكده لازم السيطرة تكون ليه هو طبعاً لما مراته بتيجي تنجح بقى بيحس وقتها بتهديد بيحس إن دوره وسلطته في البيت ممكن تقل شوية أو تتقلص فبيخاف في الوقت ده بقى من نجاحها بيحس إنها كده تقدر إنها تستغنى عنه في أي وقت أو تقدر إنها تستغنى عن الدور اللي بيقديه في حياتها في أي وقت بيبقى إنها خلاص بقت قوية مش محتاجه له طبعاً دي حاجة من الحاجات برضو اللي بتقلق فيبدأ يحس بالغيرة يبدأ يحس إنه لأ هو هي هتبدأ تحس بنفسها هتبدأ تعالى طلق مش هينفع كمان حاجة من الحاجات اللي بيقلق منها الراجل ببقى هي بتبقى خوف على رجلته يعني حاجة من الحاجات اللي بتخلي الراجل يغير من مراته هي الخوف على رجلته لإنه معظم الرجالة برضو بيشوفوا إنه نجاح الست معنى إنها كده بقت أقوى منه يغير من نجاح الست اللي بتشتغل فيحس إنها كده بقت أقوى منه هنا بتطلع عقدة معروفة يعني بعقدة جزء الست عارفينها طبعاً وسمعين عنها إنه ستة تبقى بتشتغل ونكحة أو معروفة أو اسم أو أي أن كان بس منورة شوي عنه في المجتمع اللي هم فيه أو في مجتمع ممكن أوسع من المجتمع المحيط بيهم فتبدأ تطلع عقدة جوز ستة لدرجة إنه ممكن بقى يلجأ للطلاق عادي جدا على فكرة في الوقت ده هتراودوا أفكار كتير تطلع وتنزل وأفكار هدامة وأفكار انهزمية وإن أنا مش هعرف أجريها وهتتتنك علي أو هتتكبر علي فساعتها هتبدأ بقى إيه يفكر إنه هو لأ هو ممكن إنه هو يطلق في الوقت ده علشان حياته تستقر بالنسبة لنفسيته مش حياته اللي هي الحياة الاجتماعية لأ نفسيته تستقر فطبعا ده الراجل دايما بيبقى عايز يحس إنه هو الطرف الأقوى والأنجح في العلاقة وعلى فكرة هي دي الفطرة يعني هي دي فطرة الراجل اللي تخلق عليها هو ممكن يحب إن السيد تنجح بس لما بتنجح زيادة بيبدأ يحس إنه كده إيه أو لا كده فيه خطر كده فيه قلق فهو مش عايز ده مش عايز إنها تغطي عليه فبالتالي بيحس إنه لازم يقولها في الوقت ده هتبقى يبقى ده محالة من الاتنين يبدأ يهدم في اللي هي بتعمله ويقولها تقعد من شغلها أو يلجأ ليه الانفصال حاجة تالتة كمان تخلي الراجل يغير إنه يغير من نجاح مراته إنه شخصيته ممكن هم وأصلا شخصيته تبقى ضعيفة ودي بقى بتبقى من أصعب المشاكل اللي ممكن تيجي إنه هي أصحاب الشخصيات الضعيفة بتبقى عندهم عدم ثقف النفس عدم ضبط النفس مش حاسين إنه هم قادرين إنه هم يحتوي الشخص اللي قدامهم أو إنه هم يتفققوا عليه بأي شكل من الأشكال فطبعا بيحسوا بالضعف بيطلعوا بقى بيجيوا بقى مع أي إنجاز أو أي خطوة نجحة بتاخدها مراته يبدأ بقى إيه يتكلم عن نجاحها ده إنه هي ما عملتش حاجة إنه يعني ما وصلتش يعني لآخر الدنيا يعني معدتيش المنش يعني يبدأ يحبط فيها ويهد فيها وقد ومشاكل كلها يبدأ يطلعها عليها وعشان كده بيقول إنه اللي بيجير من نجاح غيره ده شخص ما عندوش ثقة كفاية في نفسه مش واثق من قدراته مش واثق في إنه هو يقدر يعمل حاجة وإنه هو يقدر ينجح حتى لو في مجال مختلف وبعد تماما عن الحاجة اللي أنت تعميليها فاكر إن كل زيه فلما بيلاقيكي على عكس كده بيبدأ يغير ويبدأ يعمل مشاكل ما هو شايفك مصابرة وشايفك نكحة وشايفك قوية وشايفك عندك أسرار وعندك طموح وعندك خطة عايز تمشي عليها هيبدأ يغير طبعا هو مش عارف يعمل ده حتى في خياله مش عارف يرتب ده في حياته طب يا ترى إيه بقى العلامات اللي ممكن تظهر على الزوج وتأكد إنه فعلا بيغير يعني كل دي أسباب ممكن نقول إنها بتطلع منك غصبة عنك أو موجودة محيطة حوالين الزوج تخليه إنه يغير منك إنما إيه بقى العلامات اللي هو تباين إنه فعلا ممكن يكون بيغير مبدأين كده ما فيش حد أسكى من الزوجة يعني خذي بالك أنت كزوجة أنت أكتر واحدة عارفة جوزك أكتر واحدة عارفة إيه اللي ممكن يفرحه إيه اللي ممكن يزعله إيه اللي ممكن يضايقه إيه اللي ممكن يغيزه فما تغيزهوش يعني إنتي تقدري تلاحزي كويس قوي الحاجات اللي بتتغير فيه وفي شخصيته مع مواقف معينة أو مواقف مختلفة إنتي ممكن تكون بتصدر منك أو بتتحط فيها ساعتها بتقدري تحسي إن هنا لا ده هنا أسلوبه متغير شوية هنا طريقته متغيرة هنا سكت يعني فيه حاجات كده الستة دايما بتبقى معاها مفاسيح جوزها وبتبقى حاسة كويس قوي طبعا مع العشرة ومع الحياة والمعايشة الواحد بيبقى فاهم كويس قوي اللي جنبه حتى من غير ما يتكلم ممكن يكون بيفكر في إيه